اشتركوا في القناة 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 والمعلقة دي هعطها على الفراخ وهديها شوية الملح والفلفل والبهارات وراح اشوحها هناك في حتة تانية اختصارا للوقت يبقى احنا هنا زي ما انتوا شايفين البصل مع زيت الزيتون فقط وهنا الفراخ عليها رشة البهارات اللي احنا قلنا عليها وعليها ملح وعليها فلفل وراح نشوحها الوحدة صباح الفل يا أستاذ عيشة يا صباح الخير يا صباح الفل اهلا بيك وبأهل رمض يا احلى سيف الدنيا يا رب يخليك ربنا يكرمك والله العظيم انت ما قولك ده انت حلقين صدقوني والله انتوا اجمل مشاهدين في العالم يعني ربنا يخلكوا ليا يا رب ده انت خلات اكتر الناس في البيوت ما عدت بيشكلوا كل يوم مع جوازيتهم يقولوا كل ما هنعمل اه هنطبخ اه هنعمل اه ليه يشكلوا ليه طيب اولا هفصل لكم كلمة يشكلوا يعني ايه عشان خاطر يشكلوا دي اصلا بتاعة بورسعيد ودميات ما صال من دميات اه ما انا عارف ما انا بقال لهم اه يتشكلوا يعني يتخنقوا يعني يتشكلوا يعني كل يوم كل يوم نقول له هتاكل اه هنعمل اه يعني حيرة وعضيين يستكل يقول لك كل يوم هتقول له لا نقول اه احنا دلوقتي وفرنا عليكم الموضوع ده صح طب الحمد لله والله العظيم بندعي لك حل تهنى من جماع النواع تسلمي لي ربنا يخليكم والله العظيم يعني انت ما قولك تسلمي وكل ما نعمل حاجة اقول لهم ادعو يا ربي يخليكم لي تسلمي لي تسلمي لي يا رب تسلمي والسلام كل دميات وحبابنا الدميات وحبابنا ببرسعيد وكده دايما يا ربي كده منوريني تأمريني مالكوش تغال طيب انا عايزة يعني مع رسي تبقى تكلمني بعد الحلقة طيب خلاص يبيلي تليفونك وانا هكلمك وعد ان شاء الله حاضر من عيوني حاضر تحت امرك طيب احنا حطينا هنا شوية ملح شوية فلفل شوية بهارات مع علاقة زيت زاتون بنشوح الفراخ وهنا البصل بنشوح ممكن نشوح البصل وبعد كده نضيف عليه الفراخ ممكن ممكن نحط الاتنين مع بعض ممكن كل الطرق ممكنة وكل الطرق سهلة واتمنى طبعا اخواننا الفلسطينيين يكونوا شايفيننا او عارفين ان احنا بنعمل المسخن كده يشوف فيه حاجة بس هو كده مسخن زي الكتاب ما بيقول طيب حلو قوي لو انا بعمل مسخن زي ما قلت ينفع فراخ مسلوقة ينفع فراخ مسلوقة خلاص بقطعها كده نساء الرفيعة وشوح البصل وحطها معاه ده طريقة فيه طريقة تانية انه هو بيبقى الفراخ سليمة بنسلق ربع الفرخ يعني الفرخة نقطعها ربع تربع ونسلقها ونشيل الجلد بتاعها وبرضو نعملها بنفس الطريقة مع البصل ويتفرد الخبز بتاعنا ويتحط عليها المسخن ده برضو طريقة فيعني طرق المسخن كتير بس هي نفس المكونات اهم حاجة المكونين دول اللي هو السماء ودبس الرمان اللي اتنين طعمهم مزز اللي اتنين طعمهم كده فيه مزازة حلوة قوي فعشان كده دول اساس المسخن تمام شوية ملح كده يا حاج جمال بسيط على البصل يا اهلا بحضرتك سلام عليكم يا شفي يصري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا يا حاج جمال الله لحبيت اقول لك كل سنة ومتطيب وكل وسط البرنامج والسنة الجاية يا رب اطمنا على عربات يا رب يا رب لا بالعكس ده انا اللي اكون خدام للجميع ربنا يخدمك الله يكرمك يا حاج جمال ربنا يكرمك يا حاج جمال ربنا يكرمك يا رب يخليك لي يا حاج جمال ويسلم لي زوءك ودايما يسلم لي كلامك الجميل ده ربنا يكرمك انا حبيت اصبع عليك وعلى استاذ نانس وعلى كل قدر كلهم بيسلموا على حضرتك والله وكل سنة ومتطيب كلهم كل سنة ومتطيب والله كلهم بيسلموا على حضرتك وبشكلوا اشتركوا في القناة 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 ده أنا اللي بتشرف بمعارفاتكو دايماً ربنا يا خليف عايزة أسأل حضرتك سؤال فأموري أمر عملت المشمشية مش عارفة ليه بنا وحطها في الشمس لقيتها غمقت وكشت ما احنا ما قلنا مش لازم في الشمس يعني ممكن النار الفرن نشخن الفرن كده على درجة حرارة خمسين مقوية يعني زي ما بنقول كده شعرة ونحطها فيها ممكن بعد ما نشغل الفرن نصفيه ونحطها فيها ممكن نعمل ايه تاني نحطها من غير فرن بس عليها شاشة في مكان جيد للتهوية مش في شمس مباشرة بلا الشمس مباشرة علشان الشمس المباشرة هتخلي اللونها بني أو اللونها يتغير تمام وبشكرك على اتصالك بصوا بقى هنا الحشوة بتاعتنا حدا هيسألني دلوقتي انت ما تحطش في يسري معها مثلا صلطة طحينة صلطة تمية لا لا خالص المسخن ما بياخدش معاه اي صلطات جواه هو يدوب الرغيف بتاعنا ده كده اهو ونلف تمام وناخد برضو شايفين التأفيلة دي انا بعمله زي قطعة السبرينج رولز زي لفة السبرينج بالزبط ونقفل كويس ونقرر العملية لغاية ما نخلص كل الكمية اللي عندنا اهو سهلة وبسيطة وبعدين اه يعني انا عاملها فطاير صغيرة كده زي السبرينج عشان خاطر اولا ممكن اكونها سليمة كده ممكن اقطعها ممكن اعملها زي ما قلت في حفلة تعارف ممكن اعملها في عزومة ممكن اعملها في يعني في اي مناسبة عندي زي ما انا عملها كده عايزين تعملوها اكبر ده ما فيش مشكلة خالص ممكن نعملها اكبر زي ما انتو عايزين ولكن انا وردكم ان احنا ممكن نعملها زي الشاورمة كده القطع الصغيرة الحلوة اللذيزة دي تمام ده مقطوعة فعشان كده هستعملها سليمة يعني دي شايفين ورقة او خبز اه دي لقيت دي مقطوعة فبدل ما جي اعملها وتطقطع معايا هاخدها كده عملها سليمة زي ما هي اه علشان خاطر ما تطقطعش معانا واحنا بنلفها وهنزود الحشو بتاعها شوية وهناخد برضو دول اهم طيب يشوف يسري اللي انت عندك ده الزيادة دي هتعملها ازاي ممكن نحطها في النص بقى حواليها برضو خبز شامي او زي ما انا عايز او حواليها لصندوشات بتاعتي دي وتتاكل روعة الروعة يعني كل حاجة بنعملها قدامكم هناخد ده كده بالراحة علشان نبصمها ونقدمها انا بحطها كده بضغط عليها ضغطة صغيرة على النار هادية زي كعيني بعمل شاورمة بالزبط جميلة ها وبعدين حاجة احشي دول بقى وبصمهم هما كمان وانا وردتكم طريقة الحشو بتاعتنا سهلة وبسيطة والموضوع خد معانا وقت بسيط قوي علشان جده احنا عملنا مع بعض زي ما انت شفتوا المسخم بابسط طريقة وعملنا فطائرة هوت زي السبيرينجروز هستأذنكم ناخد فاصل نكمل بس التبسيمة بتاعتنا لما نرجع من الفاصل هنعمل مع بعض وصفة جديدة خالص اول مرة ان شاء الله تشوفوها وهي السجو طاجن بالبشامال بعد الفاصل محدش روح في اي مكان الجديد والتعليمي والممتع مش هتلاقيه غير في مطبخ الحامة عيسري ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل قبل الفاصل عملنا مع بعض احلى شوية مسخم في السريع طعمهم حلو جدا السماء وكمان ديبس الرمان بيديهم تيست غير طبيعي زي ما قلت ممكن نعملهم بخبز الشاورم اللي انتوا شايفينه ممكن بالرؤاء الطري ممكن بالخبز الشامي اللي هو العش الشامي انا اكدت ان تلات انواع دول ينفعوا في المسخم ولكن الاحسن فيهم اللي هو خبز الشاورم يلا بينا دلوقتي نعمل شوية ده الاصل بتاعه اه اه او كمان هم بيعملوا حاجة من انواع الرؤاء كده بتبقى زي ده رؤاء طري كده تمام دلوقتي هنعمل طاجن سجوء ولكن بطريقة مختلفة في ناس كتير قوي ما بتحبش تجيب السجوء علشان خاطر بيحسوا انه فيه كمية كبيرة من الدهون فيبقوا خايفين يعملوا بقى يشوحوا كده فاحنا هنعمل طريقة النهاردة مختلفة ان احنا هنسلو السجوء فمية فيها بوكي جرني تعالوا نشوف المعدين وبعد كده نشوفها نعملية عندي نص كيلو من السجوء البلدي نص كيلو من السجوء البلدي عندي مية فيها بصل فيها جزر كرفس ورق لورة وشوية ملح وبعد كده عندي ثلاث كبايات بشاميل هنعملوا مع بعض لعشاق البشاميل اللي عايزين يعرفوا البشاميل هنعملوا دلوقتي مع بعض بأسرع طريقة وعندي كباية من الكرات وكمان فصين توم وكباية من الفلفل المتقطع شريح وكباية جبنا مبشورة ويلا بينا علشان نشتغل مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنا المية فيها بصل وفيها جزر وفيها كرفس فيها ورق لورة فيها كل المناكهات وفيها كمان شوية ملح اهو تمام لو احنا بصينا عليها من فوق كده هنلاقي الخضار بتاعي بيغلي معاها ومديها اللون الرائع ده اخواننا بقى المسيحيين اللي دايما بيبقوا عايزين ياخدوا مرأ طبيعي ما فيهوش حاجة من الحاجات طبعا ايام الصيام دي مرأ خضار طبيعه مرأ خضار طبيعي ممكن اعمل به اي حاجة انا عايزها استعمله كمان في بشاميل الصيام وفي الحاجات دي كلها تمام شايفين البوكي جرني ده خلاص هنيجي هنا ناخد عليه السجوء السجوء بالا دي تمام اهو بسم الله وننزل قطع السجوء كده عليه تتسلق تنزل كل الدهون الزيادة بتاع الموجودة وبعد ما هنسلقه هنرفعه وبعد كده نكمل مع بعض الوصفة بتاعتنا على بالما السجوء يتسلق معانا ونبدأ يعني يطلع الدهون اللي فيه يستيو تسوية كاملة هنعمل اي دلوقتي؟ هنعمل مع بعض اسرع بشاميل انتو عارفين ان انا بحب دايما انكه اللبن يعني خلي فيه نكهات بحط له بصل وجزر وكرفس ووراورا وشوية بشرة حبهان ويغلي مع بعضه كده وصفيه لازم يبرد تمام؟ شوية ملح هناخد هنا دولت حوالي تلت كبيات من اللبن تلت معالق من الزبدة اهم ونحط عليهم تلت معالق من الدقيق ونقلب كله مع بعضه اسرع بشاميل اسرع بشاميل بس زي ما قلت انكهات بتاعته الموجودة في اللبن ان انا بغليه مع شوية بصل وشوية من الكرفس والجزر ووراورا وحبهان وبشرة جسط طيب تمام الزبدة ساحت اه وبعدين ناخد عليها تلت معالق من الدقيق واحد اتنين تلاتة اهو تمام ونقلب هو انت بتسوي يش في اسر الدقيق مع الزبدة لا خالص اهو اتقلبه مع بعض ما خدش لون ما خدش لون انا بدوب بس عشان ما يبقاش فيه كتل وهنزل بيه باللبن واحدة واحدة يلا بين مع التقليب اسرع بشامل في التاريخ السؤال بتاعنا اللي بنتسيله كل يوم البشامل بيبوز معانا البشامل بيبقى تخين معانا اهو ما عملناش حاجة خالص من وراكم لا فيش اسهل من عمال البشامل لو عملناها كده بالطريقة السهلة دي اهو صارت الموضوع ودخل في صوص تاني مختلف اهو الدقيق مع الزبدة لو حمصناه ولونه اختلف بقى بيش كده حيخلي لون البشامل بقى بني او بيش وده يخش في مرحلة تانية وفي صوص تاني خالص ما نجدعه بيه لكن ده اسمه صوص بشامل الصوص الابيض الصوص الابيض عشان كده لازم يبقى لونه ابيض عشان كده انا بحط الديق مع الزبدة بقلبهم تقليبة واحدة يندامجوا مع بعض طب يا شيف يسر طعم دي حيبان معانا لا ما حيغلي فهو سوى اول ما حيغلي اللبن خلاص هو سوى معايا دي طعمه ببيبانش واتحداكم ولازم تجربوا وتبعتوا لي اسرع واسهل بشامل تاني اهو عشان خاطر السؤال المقرر انا كان ممكن اجاهز البشاملو ونقل ثلاث كوباية بشاملو زي ما مكتوب لكن انا حبيت اعمله قدامكم علشان خاطر كل ما تيجي كده كل فترة نعمله قدامكم وتشوفوا شكله لو انا بصيت هنا السجوع بتاعنا بدأ يغلي في المياه اللي فعل بوكي جارني وشكله اختلف والمياه اللي هتغير اه بقى طلعت الدهون الزيادة الموجودة وطبعا عايز اقول معلومة السجوع البلدي ما بيبقاش في دهون كتير علشان كده هنلاحظ ان شكل السجوقة زي ما هي اه ما اختلفتش شكل السجوقة زي ما هي ما خستتش خالص لكن الا من رحم يا ربي يعني فيه سجوقة او انواع سجوقة بتبقى كلها دهون بمجرد ما بتنزل بتلقاها نزلت الدهون وبقت رفيعة كده ام اوي البشامل اللي بدأ يتقل معايه خدنا وقت اقديه ولا حاجة ثلاث اربع دقايق في عمايل البشامل جميل يبقى ثلاث معالق الدقايق على ثلاث معالق الزبدة على ثلاث كبيات لبن لو اربع كبيات لبن او اللتر لبن اربع معالق دي واربع معالق زبدة بصوا من فوق كده بدأ يتقل معايه يا ياسف وبدأ يغلي حركة الغليان اللي احنا شايفينها دي معناها ان كده البشامل او الديست بيستوي معانا وطعمه ما بيبنش والبشامل مع بعض انا عملت حاجة من وراكم لا ولا حاجة من وراكم عشان كده هوريكم قوام البشامل اللي انا بقى طالب به ان يبقى سايل يبقى بشامل سايل يبقى نسيابي واهو مفيش اسهل من كده يا جماعة البشامل مش عقدة مش صعب خالص والله يعني انا دايما بتسيل عليه فيعني كل فترة كده هتلاقوني بعملولكم لان اهو خدنا بالزبط ثلاث اربع دقايق في عمايل بشامل واسرع حاجة حد هيقول لي وانا لازم نحط بصل وجزر وكرافس وراورة في اللبن واغليه لا ممكن لو انتو مش عايزين ممكن نحط نص مكعب مرأ ممكن نحط شوية ملح وفلفل وبشرة جسط طيب زي ما تحبه لكن انا بحبه يبقى فيه نكهات طبعية بصراحة البشامل استوى اهو يا استاذة اسمي اهو البشامل قدامنا اهو خلاص استوى معانا حنرفع ووريكوا قوامه قبل ما نعمل اي حاجة تمام قال يا استاذة اسماء قال يا اهلا بحضرتك تمام كده ده البشامل اهو يا استاذة اسماء شايفين هو ده الصح هو ده البشامل جميل تمام يلا بينا يا استاذة اسماء قال اهو بحب اكلاتك يا شيف يوسي يا ربي خليك لي تسلمي لي يا رب تسلمي ما تحرمش منك قبل نعم فضل انا سامعك لو سمحت عزة طريقة عمل البيتزا البيتزا حاضر من عناية حاضر اه يعني اه يعني ما كانش فيه بشاملية بقى فيه بيتزا عناية انا موجود عشان خاطر البى رغباتكم واجاب على اسئلتكم بصوا بقى السجوء اهو اهو تمام انا رهض في النار خالص مش محتاجها وانطلع السجوء بتاعنا عايزين نقطعو تقطيعة بسيطة كده نقطعو نصين عايزين نعمله زي ما هو كده هو استوى خلاص اه استوى تمام فانا بطلع كل الكمية نشيل الخضرات لو فيه زيادة تمام كده اهو يلا بينا قربنا نخلصهم انا بس حبيت اوريكم شكله وطعمه هيبقى عامل ازاي بعد ما سلعنا السجوء باخد بقى اقطعو نصين لو حابب او خليه سليم زي ما هو كده طلعنا كل الدهون اللي فيه وسويناه تسوية كاملة طلعنا كل الدهون اللي موجودة في السجوء عشان كده ممكن شف يسري دلوقتي انا عايز اكل بقى السجوء ده انا بعمل دايت ونفسي فيه وكنت بخاف ان انا اكله علشان خاطر الدهون الموجودة فيه انا طلعت لكم كل الدهون الزيادة الموجودة في السجوء ممكن ناكله دلوقتي كده ممكن نجيب معلقة زيت زتون واحدة مع بصلايا وقرنفلفل حامي وشوية فلفل وطمطمية مبشورة ونشوحوا تشوحة سريعة وناكله يبقى انا كده برضو كلت سجوء وانا بعمل دايت ممكن اخذوا كده اتديروا معلقة اشوحوا في معلقة زيت زتون واتديروا معلقة ديبس رمان وهو مسلوق كده يبقى انا برضو كلت سجوء ما حرمتش نفسي للناس اللي بتعمل دايت يا استاذ احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك الله يبارك فيك يا شيف روسي الله يخليك يا فندم اتفضل سمعك باسم مشاهدي قناة الحياة بنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير ونقف معجبين ونبدي كامل اعجابنا بابدعاتكم في عالم الطهر الله يخليك يا استاذ احمد اللي اعطيكم وفريق العمل اشكرك ربنا يخليك يا انتم فوق الرؤوس وملء العيون والمكان في القلوب يا رب يبارك في عمرك ويخليه انت يعني مشاهدين هم اللي على رأسنا من فوق بنا يبارك فيك يا شيف كل مشاهدين على رأسنا من فوق عشان ناسيف بنسعد الله يخليك يا رب بنسعد دايما ان احنا نسمع صوت حضرتك وكلامك الرأس يا اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذنا الفاضر ربنا يبارك في عمرك ويخليك تسلم بحضرتك كفتة السيخ اناي يا حاضر شكرا جزيلا ورايب او هنعملها عملي لان احنا داخلين طبعا على العيد الكبير بس هقولك عليها دلوقتي يا حاضر تمام هنا حطينا الكرات كباية كاملة يعني كمعود كرات حقلي خمسة ستة من اعواد الكرات ومعاهم تلت سمرات فلفل الوان ومعاهم التوم وشوية ملح صغيرين اهم في معلقة زيت واحدة ونقلب كل الخضار دا معنا يدبل يدبل معنا تمام اهو حلو قوي كده جميل بعد ما يدبل معنا الخضار دا كده وتمام التمام هيكون عند الطاجن بتاعنا اهو والبشامل والجبنة والخضار هناخد بس السجوء اه نقطعه نصين كده عشان اما طلع قطعة التاكل على طول اهو تمام نصين فقط مش قطعة صغيرة دا مسلوق وطلع كل البهون اللي فيه وبقى بالشكل الرائع دا ممكن ناكله دلوقتي عادي اه طبعا يعني ممكن تاخد السجوء كده هو مسلوقه يتاكل كاين حمرته بالزبط تمام وانا قلت لحبيبنا اللي بيعملوا ضايت نفسهم في السجوء ممكن يكلوا كده يسلقوه وبعد كده علاقة زدزة صغيرة يشوحوا فيها ينزلوا عليه بتوم وبصل وطماطم وفلفل وكمان ينزلوا عليه بشوية من دبس الرومان لو حابين كل الحاجات دي متاحة تمام الطعنة نصين معانا هوا كل الكمية كل دا نص كيلو على فكرة يكفع ديبعه يكفع برضو خمس افراد انا دايما بعامل كمية الخضار الموجودة معانا مع السجوء مع كل الاكل يكفل اسرة كاملة يعني تمام جميل طبعا انتوا عارفين السجوء دا له عشاقه يعني وطبعا مش مكلف خالص كل حاجاتنا احنا بنعملها قدامكم طبيعي اهو حلو قوي الخضار عندي بدأ يدبل والبشاميل اللي عندي جاهل هناخد كبشة صغيرة من البشاميل اهو نفرد تمام تمام اهو تمام حلو قوي كده وبعدين هناخد الخضار بتاعنا نضيف عليه السجوء تقليبة واحدة عايزين تحط الخضار الاول وفوقيه السجوء وبعدين فوقيه نضيف آآم تمام اهو تمام بصوا بقى لو احنا عايزين زي ما قلت نحط الخضار لوحده وبعد كده نحط السجوء على وشه ونحط عليه البشاميل مفيش مشكلة خالص لكن اما بيختلف مع بعض وكده بياخد النكهات دي كمان كده تمام التمام ونفضي بسم الله بنص كيلو سجوء عملنا وليمة وبنص كيلو سدور فراخ عملنا وليمة يعني انحنا النهاردة عملنا وليمتين اسرع مما نتخيل اهو بنصين من البروتين يعني نص كيلو ونص كيلو كمية بشاميل اللي احنا عملناها على الوش طبعا اهو اللي عندنا عزومة ممكن نعملها طبعا الحاجات دي كلها بسيطة ولذيذة وطعمها حلو قوي نجيب بقى الزيادة بتاعة البشاميل دي كلها ننزلها ونفرد على الوش شوية الجبنة المبشورة وندخل تحت الشواية ايه دا ما بسويش تسوي ايه يا جماعة ما كل حاجة مستوي عندي يعني انا عايزة تاخد لون الجراتان بس ونطلعها ونقول بألف هنا وشيفة شوية سجوء كده في اللذيذ في السريع طعمهم حلو قوي جبنة مبشورة على الوش اه في الحالة دي بقى بتوع الضيادة يمتنعون طبعا اول ما حطينا كده الجبنة وحطينا البشاميل يبقى الضيادة خلاص كده يمتنعون لغاية الخضار ممكن بتوع الضيادة يكلوا يعني لغاية ما حطينا الخضار مع السجوء يكلوا بتوع الضيادة شوية دبس رمان عليه يكلوه لكن جبنة وبشاميل خلاص يمتنعون كده عنه الا في اليوم الفري وما ناكلش نفس الكمية ناكل حتة بسيطة قوي هدخل ده الفرن ياخدوا الوش الجرتان وهنرجع لكم بعض الفاصل نوريكم احنا عملنا ايه مع بعض ياريت تكونوا مستمتعين معانا زي ما انا ببقى سعيد ومستمتع وفي قمة ساعتي وانا موجود معاكم خليكم معانا لبعض الفاصل رجعنا لحضراتكم بعض الفاصل قبل الفاصل عملنا مع بعض وصفتين احلى من بعض عملنا مسخن فلسطيني وعملنا كمان طاجن سجوء سلقناه عشان ننزل الدهون وحطيني عليه باشامال وحطيني عليه كشوية جبنة روعة الروعة عايز ااكد لكم تاني ان المسخن ده ينفع بتلت انواع مخبوزات اللي انا قلت عليها الاساس اللي هو خبز الشاورمة وده موجود في يعني تلت اربع عن حق مصر تمام وكمان ممكن يبقى بالروعة الطري يبقى حلو قوي ويبقى بالعيش الشامي زي ما قلنا زي ما بقوله كل يوم يا رب نحب بعض ان شاء الله شوفكم على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة